أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالنج على راديو هابطري خلال شهر رمضان المبارك النهاردة على فكرة فيه آفة عظيمة للغاية متملكة لكتير من القلوب والنفوس البشرية وهي آفة للأسف أصبحت منتشرة انتشار النار في الهاشيم وتسببت على فكرة فيه انتشار طاقة سلبية بالغة في عديد من المجتمعات الآفة دي هي الشكوى بداعي وبدون داعي فيه ناس كتير النهاردة على فكرة تلاقيهم صبح وليل ما ورهمش شيء غير الشكوى يشتكي من كل شيء كبير أو صغير في حياته والأمر داعي على فكرة بيتسبب والله العظيم في زيادة الطاقة السلبية الموجودة في الأجواء والمحيط سواء محيطك أو محيط إصرتك أو محيط أصدقائك أو حتى محيط مجتمعك واللي داي في الموضوع دا على فكرة انك ممكن تقعد مع الشخص اللي بيشتكي ده تلاقي ان ربنا عز وجل مديله نعم لا تعد ولا تحصم يعني ممكن تلاقيه معاه نعمة الصحة معاه فلوس ربنا مديله زرية زوجته مثلا مطيعة له عنده عربية شغال شغل كويس ودخله منه كويس إلى آخر النعم دي كلها ومع ذلك تلاقي الشخص ده برضو بيشتكي علشان كده النهاردة اللي تشالنج بعنوان إلزم الشكر يعني حد فينا جرب انه يوميا يحمد ربنا ويشكر فضله على عظيم آلائه ونعمه والله العظيم انك لو تتبعت كلمة الشكر صباحا ومساءا واكثرت من الحمد والشكر بلسانك وبقلبك وبجوارحك لكانت على فكرة دنيتك تغيرت وقلبك وصدرك امتلأ راحة ما بعدها راحة وده سبب رضا ربنا عنك بكثرة حمدك وشكرك وخد بالك برضو الحمد والشكر ليه أصل يعني موجود في القرآن والسنة فضلا عن توصية المولى عز وجل لعباده بانهم يكونوا من الشاكرين ومن هنا العلماء بدأوا يعرفوا معنى الشكر فقالوا ان الشكر هو ظهور أثر نعمة ربنا عز وجل على لسان وقلب وجوارح العبد يعني ايه الكلام دوان يعني النهاردة المفترض ان كل عبد مننا لما يكثر من الحمد والشكر يكثر من الحمد والشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح باللسان ان انت حتبدأ توصني على الله عز وجل وتعترف بنعمته تقول الحمد لله دانا في نعمة والله الحمد لله ربنا سترني الحمد لله ربنا عز وجل مديني الصحة الحمد لله ربنا مديني اللي مكفيني من مال الحمد لله ربنا معافيني في ولادي الى اخر شكر النعمة باللسان وابدا ابدا لا يظهر الشكوى بلسانه ولذلك ربنا عز وجل في القرآن زكى الناس الفقيرة اللي فعلا ما معهاش وعمرها ما بتشتكي ولا عمرها بتمد ايديها لحد لدرجة ان ربنا عز وجل قال في حقهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يعني الجاهل هنا يعني الجاهل بحلهم ومش عارف ان هما فقرة فتلاقي يعني يظن ان هما اغنياء من شدة تعففهم فتصور معايا العالم دي واصلين لمرحلة عاملة ازاي من شدة التعفف اللي تخلي اللي يشوفهم يظن ان هما اغنياء للغاية اكيد شكر لسان غير طبيعي هما واصلن له اما عن مسألة شكر القلب يعني المفترض ان القلب لا يشتكي او ان القلب يكون والعزو بالله غير راضي عن الله لا المفترض ان انت بقلبك تحب ربنا جدا وده مش هيجي على فكرة غير لما لسانك يكثر من الحمد والشكر وبالتالي هتلاقي جوارحك ودي النقطة التالتة من الشكر الجوارح او الاعضاء يعني بدأت انها تنقاض لله عز وجل بحب بالغ وبكثرة من الطاعات يبقى هما دول اركان الشكر معايا الشكر بيه القلب الشكر بيه اللسان الشكر بيه الاعضاء والجوارح خد بالك التشالنج ده خطير للغاية انك تكون حامد وشاكر الامر ده على فكرة محتاج وقفة بالغة مع النفس لانه خد بالك الشكر من صفات الله يعني انت هتستغرب للغاية من النقطة دي الشكر من صفات الله يعني ربنا عز وجل من اسمائه الشاكر والشكور والشكر نفسه صفة من صفات الله عز وجل على فكر يعني تيجي مثلا في صورة البقرة تجد ان ربنا عز وجل قال ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وتيجي في موضع اخر من القرآن ربنا عز وجل قال ان الله غفور شكور وفي موضع ايضا اخر من القرآن تجد ان ربنا عز وجل قال عن نفسه والله شكور حليم يبقى اذا النهاردة ربنا عز وجل من اسمائه الحسنة الشاكر والشكور والشكر من صفاته ولو تتدبر على فكرة دن الإسلامي العظيم تجد ان اقل 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 الاعمال البسيطة اللي انت ممكن تعملها في طاعة الله عز وجل تجد ان الاعمال البسيطة دي ربنا يعني ضمن لكل عباده المسلمين ان هم لو عملوها يدخلوا الجنة فربنا عز وجل بيشكر الاعمال البسيطة القليلة الخلصة لوجهه الكريم من عباده وفي نفس الوقت ربنا عز وجل سبحانه بيعفو عن الكثير من الزلل وسبحان الله العظيم بيتقبل القليل من العمل ويضاعف يعني ثواب الاعمال اضعافا مضاعفة بغير يعني عدد ولا حساب وتيجي برضو لو نظرت ليه الانبياء نفسهم تجد برضو ان الشكر على فكرة صفة من صفات الانبياء يعني ربنا عز وجل قال عن سيدنا نوح عليه السلام في سورة الاسراء ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا فدي وصف سيدنا نوحه في القرآن بانه كان عبد شكورا وبرضو ربنا عز وجل قال عن سيدنا ابراهيم عليه السلام في سورة النحل ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وطبعا يعني عندنا سيد الشاكرين وسيد ولد آدم ولا فخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل كله حتى تتورم قدمه وكان يقول افلا اكون عبدا شكورا لا ده كمان ارشدنا ان الشكر من صفات المؤمنين يعني ما تيجي تسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى اذا النهار ده الشكر من صفات المؤمنين المؤمن على فكرة سواء ابتليا بسراء فشكر ادي زيادة اجر وان ابتليا بدراء فصبر وحمد يعني ربه عز وجل واسترجع في البلاء اللي نازل عليه وقال ان لله وان اليه راجعون فتلاقيه حينطبق عليه ساعتها قول المولى عز وجل في القرآن في سورة البقرة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون يبقى اذا النهار ده اللي بيصبر فيه الضراء ويكثر من الحمد والشكر عليه صلوات من ربه وعليه رحمة وربنا عز وجل حيرفع درجته ويكفر عنه سيئاته وعجبا لامر المؤمن ان امره كله خير فيمكن ده يكون اقوى دافع ليك انك تكثر من الحمد والشكر لا دهنا عايز اقولك على فكرة ان كثرت الحمد والشكر السبب ليرضى الله عن عبدي يعني ربنا في سورة الزمر قال وان تشكروا يرضاه لكم وبرضو في موضع اخر خد بالك ربنا عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فلما جي المفسرون يفسروا الاية دي قال او قالوا ان ربنا عز وجل وجل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا فشوف الجمال شوف جمال الحمد والشكر طبعا ايضا من ضمن الثمرات العظيمة لكثرة الحمد والشكر انها سبب للزيادة من كل خير ان ربنا عز وجل قال في سورة سيدنا ابراهيم واذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم وطبعا الزيادة هنا خد بالك زيادة من خيري الدنيا والاخرة ان ربنا برضو قال عن الشاكرين في الاخرة وسنجزي الشاكرين وقال في موضع اخر وسيجزي الله الشاكرين يبقى مين اللي حيجزي ربنا عز وجل فتصور جزاء وعمل ازاي والايات للامانة والاحاديث لا تعد ولا تحصى في عظيم الاجر والثواب للشاكرين الحامدين لربهم تبارك وتعالى فاكتازل التشالنج دوا احذر كل الحذر من كثرة الشكوى لانها مضيقة للصدر بالغة والله العظيم وسبب على فكرة هم وسبب حزن وسبب مرض ابعد نفسك كل البعد عن كتر الشكوى ابعد نفسك كل البعد عن قلة الحمد والشكر مش كلما تصيبك حاجة في الدنيا بسيطة كانت او كبيرة هب تلاقي من نفسك والعياذ بالله يعني سرعة شكوى 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 يا اخي تدبر فيه ايات الله عز وجل وعظيم نعم المولى تبارك وتعالى عليك وصبر وكن من الشاكرين ونختم حلقة النهاردة بوصية بالغة الاهمية للغاية الوصية دي هي عليك بكثرة الدعاء بالعافية لان اخد بالك العافية مع الشكر خير من البلاء مع الصبر انت متصور يعني النهاردة اصلا ان الانسان مننا يكون في عافية وشاكر هل ده افضل ولا يكون مبتلى وصابر على فكرة جواب يعني النقطة دي جت من عند النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال وسالوا الله العافية خلاص يبقى اذا النهاردة الشكر مع العافية افضل من البلاء مع الصبر ليه لان على فكرة النهاردة انت متدراش لو البلاء نزل عليك ممكن اصلا تصبر ولا ولا عياذ بالله حيبقى فيه كفر خاصة مع نزول البلاء فاكثر من الدعاء وخد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لانه وهو ماشي معاه في يوم مسك ايده وقال له يا معاذ والله اني لأحبك فلا تدعنا في دبري كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فتصور لما تكون دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة اللي هو بيحبهم يبقى احنا من باب اولى نمسك في الوصية دي وندعو بها في كل وقت وحين ربنا عز وجل يعافينا من شكوى اللسان وشكوى القلوب وشكوى الجوارح ونسأل الله عز وجل انه يجعلنا من الشاكرين اشوفكم الحلقة اللي جاية على كل خير مع اتشالنج جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة